بسم الله الرحمن الرحيم يعطيكم العافية طلابي وطالباتي طلاب الأول ثنوي نستكمل إن شاء الله تعالى في العائلة الأخيرة وهي عائلة الأمينات درسنا هيك إن شاء الله تعالى بنكون كل العائلات هاي آخر عائلة درسنا سابقا الاسترات تمام اليوم إن شاء الله رح نتابع الأمينات الأمينات هي مركبات مشتقة من الأمونيا مشتقة من الأمونيا الأنتشفري وذلك باستبدال ذرة هيدروجينة وأكثر في الأمونيا بمجموعة الكل كيف يعني يعني بإمكاني أشيل هيدروجينة تمام فبسي عندك NH2 ومحل الهايدروجين ترتبط R تمام فهي أمينات طيب بإمكاني أشيل ثنتين هيدروجين ثنتين هيدروجين وأشبك ثنتين R هاي واحدة تمام ومش بالضرورة ومش بالضرورة تكون نفس بعض يعني فانميزها R وبإمكاني أشيل الثلاث إتش هات وأشبك ثلاثة R تمام ومش بالضرورة يكونوا زي بعض فهي R وR برايم و R شحطة وR شحطة يعني أنه مش بالضرورة يكونوا متشبهة فهذه هي الأمينات لا ننسى أنه النايتروجين النايتروجين هو المجموعة الوظيفية والنايتروجين كم رابطة بيعمل النايتروجين بيعمل ثلاث روابط كم بيعمل النايتروجين ثلاث روابط لو نجد أن نطلع هنا هاي ثنتين مع ال H R N H H تمام وهي هنا N H R R تمام وهو نفس المبدأ هاي ثلاث روابط فالمجموعة الوظيفية هي ذرة النايتروجين الأمينات تصنف حسب عدد مجموعات الألكل التي ترتبط بذرة النايتروجين إلى أمينات أولية وثانوية وثالثية نشوف أمينات أمينات أولية وثانوية وثالثية حسب إيش؟ عدد مجموعات الألكل حسب عدد مجموعات الألكل التي ترتبط التي ترتبط بذرة النايتروجين نشوف R in H2 كم R عندك مرتبط؟ واحدة تمام فهذا أولي طيب الثانوية لازم تكون ثنتين R هاي ال-N هاي واحدة وهاي واحدة نقصها ال-N رابطة اللي هي حتكون ال-H هاي الثانوية تمام وفي عندي هنا ثالثية هاي N تمام هاي واحدة بدي يكون ارتبط فيها ثلاثة R فهاي هي الثالثية تمام فعندي أمين أولي وثانوي وثالفي اعتمادا على عدد مجموعات ال-R اللي بترتبط بذرة النايتروجين ارتبط ثنتين فهو ثانوي ارتبط واحدة فهو أولي ارتبط ثلاثة فهو عبارة عن ثالفي الآن تسمية الأمينات تسمية الأمينات تبع معي مني تسمية الأمينات في حالة هنا في حالة NH2 يعني في حالة اني يكون أولي تمام في حالة NH2 وهنا في حالة ال-N أو NH في حالة ال-N H2 أمينه أمينه ال-Kan أمينه ال-Kan هيك التسمية في حالة ال-N أو ال-N H ال-Kel أمين ال-Kel أمين ال-Kel أمين شو قصدي أنا في حالة NH2 في حالة N وفي حالة NH نتطلع هنا عندي NH2 صح NH2 فبدأ بدي أتطبق نطبق القاعدة هاي اللي هي أمينه ال-Kan تمام طيب نشوف كيف عندي المثال بختار أطول سلسلة اختيار أطول سلسلة من ذرات الكاربون وين هم هاي نرقم من الأقرب للمجموعة الوظيفية اللي هي من عندي ال-N بس ما برقم ال-N برقم مين برقم اللي هو الكاربون ما من الرقم ال-N هاي واحد تن تنين هاي ثلاث هاي أربع تمام في عندي هذا ال-N NH2 NH2 أمينو اللي هو الأمينو تمام أمينو هاي أمينو بس لازم أحكي وين موجود الأمينو هاي موجود عند رقم واحد واحد أمينو والأربعة شو اسمهم بيوتان واحد أمينو بيوتان واحد أمينو بيوتان يعني في حالة NH2 بطبق على القاعدة هاي طيب نشوفهم اختيار أطول سلسلة واحد اثنين ثلاثة اربعة من ذرات الكاربون ننتبه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ستة هاي هاي أطول سلسلة نرقم من الطرف الأقرب للمجموعة الوظيفية اللي هي طبعا من هون واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة هسا في عندي الانتشتول اللي اسمها أمينو وفي عندي اللي هو المثل اللي هو المثل شوف يا أستاذ أول شيء منسمي الفرع تمام بعدين منسمي اللي هي الأمينو أول شيء منسمي التفرعات تمام بعدين اللي هي أمينو الكام إذن نسمي أكتب لكم يا هون نسمي المجموعة الألكل اللي هي الار تمام أولا اللي هو الفرع تمام ثم الأمينو ثم السلسلة ثم السلسلة طيب يلا نشوف عندي أربعة مثل هاي أربعة مثل وعندي اتنين أمينو وهي وهاي اتنين أمينو والستة اسمهم هكسان والستة اسمهم هكسان أربعة مثل اتنين أمينو هكسان نشوف عندي هنا نختار أطول سلسلة واحد اتنين ثلاث أربعة خمسة هاي أطول سلسلة من الطرف الأقرب إلى المجموعة الوظيفية واحد اتنين ثلاث أربعة خمسة تمام في عندي فرع الفرع هذا اللي هو المثل عندي هنا هذا الفرع وفي عندي NH2 اللي هو أمينو صح وفي عندي هنا مثل أول شبسم الفرع اتنين مثل تمام واتنين أمينو والخمسة بينتها والخمسة بينتها طيب ممتاز الآن نشوف الحالة الثانية اللي هي الألك الأمين في حالة N والNH طيب شوف عندك هنا في عندي هنا NH NH بتفصل كيف تسمية الإيفر الNH أو الN اسمه أمين تمام هذا شو اسمه ستنتين سي إفل وهذا شو اسمه مثل كيف منسمي ألك الأمين ألك الأكل ماذا يذكرين الإيثار كنا نحكي ألك الأكل الأكل إيثار هنا ألك الأكل أمين اللي هو إثل مثل أمين إثل مثل أمين اللي هنا هاي الأن بس فيه هنا ثلاثة مثل ومثل 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 شو بدي يطلع عندي هنا ثلاثي مثل أمين ثلاثي مثل أمين ثلاثي مثل أمين هاي المقصود فيها في حالة الN والNH عندي هنا سؤالي بيحكي لي أكتب الصيغة البنائية لكل مما يلي عندي أمينو يعني عندي NH2 بنتان خمسة واحد تنين ثلاث أربعة خمسة في عندي رقم واحد في أمينو هاي واحد أمينو يعني NH2 طيب عندي اثنين خلص حطت واحد هون يعني أكمل من هون واحد اثنين في عندي مثل وفي برضو عندي اثنين كمان مثل وبعدها من عبي اللي هم الاتشاك هاي نقصها ثلاث هاي نقصها ثنتين هاي ثنتين هاي فل هاي ثلاث وهاي ثلاث هاي نقصها ثنتين لأنه عامل رابط طيب اثنين مثل ثلاثة أمينو يعني في عندي NH2 هبتان سبعة واحد ثلاث أربعة خمس ستة سبعة واحد ثلاثة في عندي NH2 اللي هي الأمينو وعند رقم اثنين قام بلشت من هون في عندي مثل C وبعديها من عبي اللي هم هاي H3 هاي H3 هاي بدها H تمام H2 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 هنا H3 إن شاء الله إنها الأمور تكون واضحة ثنائي مثل أمين عندي أمين يعني في عندي N بس مش عارف في N ولا N اتشسر نشوف في عندي ثنائي مثل يعني في مثل هون وفي مثل هون طب الان كاميرا بتبطي عمد ثلاثة إذن شو ناقصها ناقصها H هاي مثل وهاي مثل تمام أمينو مثان أمينو يعني NH2 في عندي مث واحدة متصل فيها اللي هي الأمينو يعني NH2 طيب شو ناقصها عامل رابطة ناقصها ثلاث هيك إن شاء الله تعالى بتكون الأمينات انتهت إذن بدنا نتبع في حالة التسمية إنه إذا كان عندي أمينو يعني NH2 وإذا كان N أو NH بتكون ألكل 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 أمين تمام حسب إذا كانوا NH بتكون ألكل ألكل أمين وإذا كان N لحالة بيكون ألكل 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 أمين لأنه ثلاثة بيكون ثلاث إيش ثلاث تفرعات هاي بالنسبة للأمينات المجموعة الوظيفية ذرة النيتروجين تصنف إلى أولي وثانوية وثالثية اعتمادا على حسب عدد مجموعات الـ R اللي مرتبطة بالـ M إذا فيه R واحدة يعني أولي إذا ثنتين مرتبطات يعني ثانوي وإذا كان فيه عندي ثلاثة بيكون ثالثة إن شاء الله تعالى الأمور تكون واضحة هيك منكون إن شاء الله تعالى أنهينا كل العائلات عائلات المركبات الوضوية إن شاء الله تعالى أتمنى أنه الكل يدرسهم بشكل جيد لأنه المادة هاي كثير مهم إن شاء الله في السنة القادمة ويعطيكم ألف عافية